من الملفات اللي يعني تتابع من رئيس الجمهورية مباشرة هو موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الناس بعد ما بتقوم بأخذ القروض الميسرة من صندوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة بيبقى عندهم مشكلة في إزاي أروج المنتج بتاعي وده كلام استضفنا فيه ناس كتيرة هنا وعبروا عن هذا الأمر الصندوق كمان بيشتغل أكتر وتحت رعاية الساد رئيس بيعمل لهم أفكار جديدة ودي فكرة من الأفكار اللي أنا بدعو كل الناس إنها تروح تشوفها معرض للصناعات يعني كل فترة بيتخذوا معرض للصناعات معينة المرة دي راحوا عملوا معرض للأساس تعافين إحنا عندنا ضمياط هي الحتة البمبناية بتاعتنا في موضوع الأساس ده وكتير جدا من الناس اللي عاشت برا تعرف إنه بيوت كتير قوي في الخليج اتفرشت من ضمياط وحاجة ضمياط دي راحت باريس وراحت لندن وراحت أماكن كتيرة جدا والصنعة فعلا محترفة اللي موجودة في ضمياط لذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة أعلن بدء المرحلة التانية اللي معرض صنع في ضمياط 2019 وده بينظموا الجهاز بالتعاون مع محافظة ضمياط لحد 4 نوفمبر المقبل طبعا المعرض ده بيشارك فيه عشرات من المشروعات الصناعية المتخصصة في الديكور والأنتيكات والمفروشات زي ما حضراتكم شايفين صناعة مصرية خالصة وراقية جدا خلينا نشوف تأرير عدو زملائنا عن هذا المعرض ونرجع لحضراتكم في خطوة نحو فتح سوق جديد للمنتج الضمياطي داخل محافظة القاهرة قام جهاز تنمية المشروعات بفتح أبواب أرض المعارض بمدينة نصر لاستقبال ما يقرب من 150 عارضا تحت عنوان صنع في ضمياط على مساحة وصلت إلى 5000 متر والذي بدأ باستقبال جمهوره من الـ 26 من سبتمبر ويستمر حتى الرابع من نوفمبر احنا كصنع وتجار الأساسي الحقيقة بيبقى عندنا التفكير ان احنا من ناحية التسوقية محتاجين فجهاز تنمية المشروعات بيسهلنا إقامة المعرض ده احنا هنا عاملين خصومات يعني فول 25% اول حاجة احنا بندعم الشباب لان احنا المحافظة بتاعتنا مدعمانا بان الارض هنا بالدعم وان هنا ما فيش ضريبة مباعات على شغل الاسعار سداني يقلمهم برة كتير الدعم نفسه للمشارك اللي زي حالته مصنع اساس في ضمياط اللي انا بعرف اوصل للعميل منه مباشرة ما بوصلش لتاجر انه ديله والتاجر انا في محافظة الكهارة يشتري مني وارجع يحط له نسبة وكلام ده كله وارجع يبيع للعميل لا انا منه مباشرة للعميل موفر النسبة اللي التاجر بياخدها انا بخرج من المعرض ده مارده مبسوط ونفس التوقيت الزبون او المشتري او الكلام ده كله بيخش بتليه مبسوط في نفس التوقيت برضو الدعم المقدم من قبل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة ضمياط يهدف الى تقديم الاثاث باسعار مخفضة وبالجودة المعهودة التي اعتاد عليها الجمهور كل شركة بتحاول تميز نفسها بتصميمات مختلفة وده اللي لقيته في المعرض هنا انا بتفرج لا كل شركة ليها زوق ليها تصميم مختلف ليها كواليتي مختلفة مأسات ممكن تناسب كل الناس الاسعار في منافسة فتيحة كويسة ففكرة طبعا تواجد عدد كبير من الشركات بيخلق منافسة وبيخلق افضلية اختيار ان انت عندك فرايتي تقدر تختار المنتجات اللي انت محتاجة من خلال الجودة اللي خدتها انا شايف صراحا فيه تصميمات كويسة جدا الناس بتعظيميات من شاء الله عليهم يعني بيعملوا تصميمات ممتازة وشايف كمان الاسعار بتاعتهم مناسبة يعني ولا هي مرتفعة ولا هي قليلة يعني الاسعار متوسطة يعني يا ريت ما تفوتش الفرصة دي اللي دخلين على جواز ودخلين على بيوات بيته لا اسعار حلوة حرامة يعني حرام انها تفوت على الناس دي مصر محتاجة حاجة زي كده بصراحة 40 يوما هي مدة المعرض مقسمة على اربع مراحل كل مرحلة عشرة ايام تضم عددا من مختلف العارضين لتقديم اكبر تشكيلة من الاساث لاشباع رغبة الزائرين احمد عبدالسطار الحياة اليوم